إذن وننتقل إلى زميلة نيلة صليبي التي هي موجودة معنا الآن مرحبا سلام نيلة أهلا سنتكلم عن أمن المعلومات هناك مقولة يعني تقول أن ضمن العالم الرقمي ليس هناك أمن نعم ليس هناك أمن عالم الرقمي وغير الرقمي طبعا عالم الرقمي وشزء من العالم الإنساني يعني فليس فقط أرقام بطبيعة الحال يعني كنت أحاول تكملة ما بدأنا به الأسبوع الماضي حول كيفية المواجهة أحيانا الهجمات التي نتعرض لها ونحن طبعا هدف ثمين للقراصنة وأيضا للهكرز هو القبعات السوداء نحن كأفراد ولا كشركات نايلة اثنين معا الجميع الجميع ولكن كنا نتحدث عن الشركات وصحة المقولة عندما اكتشفنا أن هناك كانت هجمات قوية جدا على مؤسسات ومنشآت حكومية ومنشآت بترولية في العربية السعودية والفيروس أو الأحراء البرمجية الخبيثة الجميع يقول الفيروس ولكن هو برمجية خبيثة شمعون نعم طبعا كيفية الاختراق عادة هو الإنسان المستخدم هو المسؤول الأول ليس فقط بيئة الأمنية الرقمية للشركات والمؤسسات طبعا هم أحيانا هناك ضعف في البنى التحتية أحيانا هناك بعض المشاكل التقنية هناك بعض الهفوات ولكن الحفوة الأولى وغالبا ما يقول خبراء الأمن أن الفيروس أو المشكلة بين الانترنت والمهاجئين أو لا المشكلة بين القرصنا بمعنى قراصنا المشكلة الأساسية هو المستخدم الذي ينقر يعني هو في الواقع هو المشكلة إذن هنا المشكلة مشكلة عدم الوعي بما يسمى اليوم بالأمن الرقمي الأمن الرقمي هو مجموعة أشياء أولها كيفية استخدام الانترنت بوعي ويكون هناك نوع من التنبه إلى الأمور التي تصلنا عبر الانترنت أو تصلنا عبر الشبكة بالأحرى بشكل عام وخاصة أن اليوم التقنيات تتطور بشكل كبير والفيروسات والبرمجيات الخبيثة اليوم وخاصة البرمجيات الخبيثة أصبحت معقدة ومتوفرة للجميع كل ما هو شفرة مصدرية يجدها القراصنة حتى السكريبي كيتس ما نسميهم سكريبي كيتس يعني أطفال ناشئون من عمر 14-15 سنة يمكنهم الوصول إلى شفرات مصدرية لبعض البرمجيات الخبيثة ويبدأون بالتجربة وشن الهجمات إلى آخره لذلك الهم الأول والنصيحة الأولى للمستخدمين وهنا أعود وأكرر أنكم لا تنقرون على أي شيء يصل إلى أجهزتكم إن كانت المنزلية وإن كانت المحمولة خاصة التي تعمل بنظام أندرويد دائما التأكد من مصدر الرسائل البريدية التي تصل دائما التأكد من التطبيقات التي يرغبون بتحميلها من المتاجر حتى المتاجر الرسمية يعني أولا تفادي كسر حماية الهواتف أو الهواتف الذكية خاصة نعرف أن الآيفون يسمى بالجيل بريك وروتينج لأنظمة أندرويد تفادي هذه العمليات لأنها تكسر حماية الجهاز وتجعله معرض للاختراق وعدم تحميل التطبيقات من خارج المتاجر الرسمية أولا وثانيا عندما تريدون أو ترغبون بتحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية أن تتأكدوا من أنها خالية من البرامج الخبيثة وذلك عن طريق الاطلاع على اسم هذه البرمجية أو هذه التطبيقات من الانترنت وشبكة الانترنت وأيضا بالنسبة للبرامج على الكمبيوتر أن لا تحملوا البرامج كيفما اتفق تماما يامان خليص بعنا تلعب دائما وتكبوس نفكر قبل ما نكبوس إذن نيلة الصليبي يعني نصائح سوء الحظ الوقت حفيف ولكن هذه النصائح نكررها 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 دائما إن كان في برامج ديجيتال أو في برامج إيميل معي ومع الزميل والدى العقس نصائح قيمة في هذا العصر الإلكتروني المليء بالمتاعب شكرا نيلة نهلا